السلام عليكم طلاب الصف العاشر يعطيكم ألف عافية نكمل درسنا في تفاعلات الكيميائية للفصل الدراسي الثاني تحدثنا في الدرس السابق نرجع نعيد شو حكينا الدرس السابق بسرعة التفاعل الكيميائي تحدثنا عن التفاعل الكيميائي هو تغيير الروابط بين ذرات العناصر في المواد المتفاعلة إلى المواد الناتجة تحدثنا أيضا عن قانون حفظ الكتلة أن المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم وتحدثنا عن المعادل الموزونة وكيفية كتابتها بحيث تكون تحافظ على قانون حفظ الكتلة بحيث تكون المواد المتفاعلة أو الداخلة في التفاعل مساوية للمواد الداخلة في المواد الخارجة من التفاعل وهي المواد النعتجة درسنا اليوم سيتحكي عن أنواع التفاعلات الكيميائية وهو تابع لدرس التفاعلات الكيميائية وأول نوع من أنواع التفاعل هو تفاعل الاحتراق تفاعل الاحتراق هو مادة أو عنصر مادة ما تتفاعل مع الاكسوجين بينصحب هذا التفاعل انطلاق طاقة حرارية أو ضو أنا أجيب عود ثقاب وأولعه بوجود الاكسوجين هو اشتغل بعدم وجود الاكسوجين هو ما رح يحدث التفاعل رح يكون رح يبقى مثل ما هو إذا بوجود غاز الاكسوجين بصير عندي تفاعل الاحتراق لما ما يكون في عندي اكسوجين ما برافق هذا التفاعل أي مواد ناتجة المواد الناتجة هي بنتج عنها طاقة حرارية أو ضو احتراق طاقة من الفحم احتراق الكربون بوجود غاز الاكسوجين يؤدي إلى انطلاق الحرارة كربون مع أوتو أعطاني سي أوتو لهو غاز ثاني أكسيد الكربون وانطلقت منه حرارة لما بدي أشغل الفحم الفحم لازم بوجود الاكسوجين ممكن أني أنا أنفخ عليه أو أعطيه هوا أو أني أمل أي طريقة لإنتاج غاز ثاني غاز الاكسوجين رح يطلع معي غاز ثاني أكسيد الكربون ورح ينتج عنه طاقة اللي هي الطاقة الحرارية من الأمثلة على أنواع الاحتراق احتراق الخشب ويفيدنا الحرارة الناتجة في التدفئة أو تحريك المواصلات وطهي الطعام النوع الثاني اللي هو احتراق الغذاء في الجسم تزويد الجسم بالطاقة اللازمة لإداء وظائف حيوية المتنوعة إذن تفاعل الاحتراق شو بينتج عنه طاقة حرارية أو طاقة ناتجة عن التفاعل بوجود غاز ثاني غاز الأكسوجين بينتج معي مواد ناتجة أخرى غير المواد الداخلة في التفاعل التفاعل الثاني وهو تفاعل الاتحاد هو تفاعل مادتين أو أكثر عناصر أو مركبات لينتج مركباً واحداً جديد أنا بدي تفاعل معاي أي عنصر أو أي مركب حتى أنه أنا ينتج معي عنصر جديد مثل تفاعل الصوديوم والكلور أعطاني ن إي سي أل ملح الطعام تفاعل عنصر اللحنو حاس مع عنصر الكبريت ينتج مركب كبريتي للنحاس كال صوء النحاس مع الكبريت أعطاني سي يو أس بس هذا التفاعل بيحتاج لطاقة أو بيحتاج لحرارة حتى أنه يقدر ينتج هذا التفاعل السي ومال كبريت لإنتاج سي يو أس لها حتى أنها تقدر تكسر الروابط وتنتج روابط جديدة مثال الثاني تفاعل المغنيسيوم مع غاز ثاني أكسيدي كربون لإنتاج كربونات المغنيسيوم المجي مع السي أو 2 شو بدي أغطيني أم جي سي أو 3 أكسيد المغنيسيوم اللي هو بدي تفاعل مع ثاني أكسيدي كربون حتى ينتج لي كربونات المغنيسيوم النوع الثاني من تفاعلات التفكك أو التحلل الحراري هو تحلل مركب واحد بالحرارة منتجا مادتين أو أكثر وقد تكون النواتج عناصر أو مركبات يعني عندي مركب بدي يتفاعل يتفكك لأكثر من نوع من المركبات لحتى أنه ينتج لي مواد جديدة بدي يكون هو عبارة عن مادتين أو مركب كامل بدي يغطيني أول نوع منه وثاني نوع منه ما بدي يجيب لي مواد متفاعلة أخرى بدي ينتج مواد تشبه المواد الداخلة في التفاعل فهي نفس المواد الناتج هي نفس المواد المتفاعلة ولكن حللتها وحتاجت إلى حرارة لحتى أنها تقدر تتفكك مثال تحلل كربونات النحاس بالحرارة منتج أكسيد النحاس والغاز الثاؤني أكسيد الكربون إحنا لما تفاعل الاتحاد كان العكس أكسيد المغنيسيوم مع ثاني أكسيد الكربون أعطاني كربونات المغنيسيوم أنا لما بدي أفكك التفاعل كربونات المغنيسيوم بديها تاخد حرارة لحتى تعطيني أكسيد النحاس مع غاز ثاني أكسيد الكربون أما التفاعل اللي بدي يحتاج حرارة هو اللي بدي يكون يركون مركبات هو اللي بدي يقدر أنه يركب أي عناصر ناتجة حتى أنها تنتج لي مركبات أو تنتج لي أكسيد أو تنتج لي كربونات أما الكربونات لما بدأت تتحلل رح تعطيني طاقة تفاعل الاحتراق أعطاني طاقة لما تفكك تفاعل تحلل الإحرار يحتاج حرارة لحتى أنه يتحلل أما تفاعل الاتحاد أعطاني حرارة لتكوين الكربونات مثال الثاني تحلل نترات الأمونيوم بالحرارة بيحتاج إلى حرارة حتى أنه يتفكك أكسيد ثنائي النيتروجين وبخار الماء هاي NH4 NO3 نترات الأمونيوم بدي يعطيني N2O وماء بخار الماء بس هو شو يحتاج هذا التفاعل تفاعل التحلل الحراري بيحتاج لحرارة لحتى أنه يتحلل ممكن أنا يصير عندي التفاعل أنه مو بالحرارة ممكن أنه يصير عندي التفاعل الإحلال بالتيار الكهربائي لحتى أنا أعطي آيونات موجبة وسالبة تحلل الماء كهربائيا إلى عنصري الهايدوجين والأكسوجين ممكن أني أنا أحللها بدل من الحرارة بتحلل كهربائي الـ H2O بيعطيني H2 وأوتو الـ H2O بيعطيني أوتو وأتنتين H2 بتصير استخدام تياري كهربائي بدلاً عن الحرارة النوع الرابع هو تفاعل الإحلال الأحادي هو تفاعل يحل فيه عنصر نشط محل آخر أقل نشاطاً منه فيه أحد أم لاحق شو يعني عنصر نشط؟ أنا عندي سلسلة النشاط الكيميائي فيه عندي عناصر نشطة أكثر من عناصر أخرى هي اللي بتقادر على فقد أو اكتساب الإلكترونات مثل الـ NG الـ NA بتقدر إنها تفقد الإلكترونات أسرع من عناصر أخرى فهي بتكون أكثر نشاطاً وهذا اللي بيعتمد على سلسلة النشاط الكيميائي وين بدي يحل هذا العنصر؟ العنصر النشط دخلته على التفاعل لما بدي يدخل على التفاعل بدي يفكك المركب الموجود ويحل محل العنصر الأقل نشاطاً منه يعني A B ودخلت أنا العنصر الأكثر نشاط لما دخلت العنصر تصور الأكثر نشاط رح يلغي الـ B اللي هو الأقل نشاط ويصير عندي المركب بالعنصر الأعلى نشاطاً ويخرج الأقل نشاط من التفاعل بالمثال وضع مصمار من الحديد في محلول كبريتات النحاس فإن الحديد يحل محل أيونات النحاس في المحلول وينتج كبريتات النحاس يعني بده يحل محل النحاس الحديد أنشط في سلسلة النشاط الكيميائي أنشط من النحاس فرح يطرد النحاس ويحل محل النحاس ويصير كبريتات الحديد وشو بده يصير في النحاس رح يترسب يعني كأنه زي اللي خرج من التفاعل بطل موجود على شكل أيونات صار موجود على شكل رواسب الحديد دخل على السي يو اس او فور اللي هو كبريتات النحاس لغى السي يو وحل محلو الأف إي فأعطاني كبريتات الحديد الأف إي اس او فور وترسب السي يو طلابي بعد ما إنا نميز بين الأربع تفاعلات الموجودة عنا أرجو منكم دراسة المثال صفحة 18 ورح ندرسه مع بعض إن شاء الله وحل أتحقق صفحة 18 وبعد الانتهاء من دراسة الدرس كامل الجزء الأول والجزء الثاني للتفاعلات الكيميائية التفاعلات الكيميائية بدنا نحلل من الأسئلة صفحة 19 سؤال 3 وأربعة وخمسة ورح نحلهم مع بعض إن شاء الله ويعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر